هل حقاً يولد الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد هذه الفرضية كما أن واقع اليوم يشير إلى أن الأماكن الكبرى في العالم تشهد مثل هذه المساواة لكن ماذا عن الأماكن الصغيرة مثل اليمن؟ الإجابة عن هذا التساؤل تبدو مفجعة جداً بالنظر إلى أن العالم يحتفي بدخول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عامه السبعين في الوقت الذي تكاد فيه اليمن تدخل عامها الخامس فاقدة للكرامة الوطنية وانتهاكات يومية للحقوق وشعب بكامله يرزح تحت حكم ميليشيات لا تؤمن بالإنسان فضلاً عن حريته تبدو أرقام انتهاكات الحقوق في اليمن مخيفة فاللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان رصدت أكثر من 550 انتهاكاً في عام 2018 لوحده تترامح بين القتل والخطف والاعتقال والإخفاء القصري والتعذيب وزراعة الألغام بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وقصف المدنيين وفي تعز التي ترزح تحت حصار ميليشيا الحوثي منذ سنوات تجاوزت الانتهاكات بحسب مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان 1700 انتهاكاً منذ مطلع هذا العام وحتى نوفمر الماضي فيما هو مؤكد فإن قصة انتهاك حقوق الإنسان في اليمن باتت تشكل مثالاً لتناقض العالم الذي يحتفي بذكر حقوق الإنسان بتدليل ميليشيا الحوثي على حساب قيمة الدولة ورغم كونه يرفع بمناسبة هذه الذكرى شعار الحق في السلام العادل إلا أنه يسعى لتمرير تسويات سياسية ظالمة لكرامة مواطنية اليمن البلد الصغير في خارطة حقوق الإنسان الدولية